وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر قسطل الحدودي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد أرحب بك رامي وارصد لنا الوضع لديك الآن أرحب بك ليلى وبكل متابعين من أمام مرسى معديات معبر قسطل البري نتحدث عن استمرار عملية إجلاء المواطنين من المصريين والسودانيين ومن يحمل الجنسيات الأخرى نتحدث عن وفود ومرور أكثر من 20 حافلة تقل جنسيات متعددة من دول الهند نيجيريا والسودان ومع استمرار هذه العملية استمروا معها أيضا الجهود المصرية سواء بالمساعدات اللوجستية والطبية المتمثلة في الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري من تقديم هذه المساعدات ومساعدات عن طريق مراكز الإغاثة والمستشفى الميداني والفرق الطبية المتحركة أما لو تحدثنا أيضا عرابات الإسعاف ولو تحدثنا عن العيادات المتنقلة من قبل وزارة الصحة والهيئة العمل للإسعاف المصرية هناك أيضا مساعدات كبيرة تقدم لهم من حقائب إسعاف أولية وأيضا عدد من أنواع التعقيمات المختلفة تلف العصائر الوجبات الجفة وغير ذلك من الخدمات اللوجستية والطبية والإنسانية المقدمة للوافدين سواء من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى إضافة إلى وفود الحافلات بالتنصيق مع وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوام لوفود الكثير من هذه الحافلات على المعبرين معبر قسطل الذي يتواجد الآن على ضفة الأخرى منه ومعبر أرقين البري توفد الكثير من الحافلات لنقل المواطنين إلى أماكن التجمع المختلفة سواء للسيارات محطات الإوتوبيس والحافلات وأيضا الاتفاق مع هيئة السككة الحديدية لتنظيم حركة القطارات القادمة وذهبة من أسوان هذه المساعدات لا تختلف كثيرا عن ما يتم هنا سواء في محافظة أسوان في أغلب المدن بها أو في مدينة أبو سنبل تحديدا من مساعدات ومبادرات خاصة بالأهالي هنا عندما يستقبلون إخوانهم من السودانيين يتم استضافة الكثير منهم بالمنازل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وغير ذلك من الأمور التي تؤكد على الروابط العديدة بين الشعبين المصري والسوداني نتحدث عن شقاء النيل ووحدة الأرض والثقافة والتاريخ وهذا يتجسد بشكل كبير جدا في المعاملات بين المصريين في مدن الجنوب وتحديدا محافظة أسوان مدينة أبو سنبل وعند استقبال إخوانهم من الوفدين السودانيين هذا هو المشهد بشكل كبير أما لو تحدثنا عن المكان الذي يتواجد به الآن ومن خلفه تستطفع عدد من الحافلات بانتظار الأعبارات والمعديات التي تقل هذه الحافلات إلى الضفة الأخرى ومن ثم نقل المواطنين بعد الانتهاء من إجراءات التوثيق والتأشيرات والخروج من معبر قسطل هذه الرحلة التي تستغرق أكثر من ساعة ونصف نتحدث عن مرور عبر النيل عبر هذه المعديات لمدة تقترب من الساعة ومن ثم المرور على الجانب البر عبر الحافلات لمدة أيضا تستغرق النصف ساعة حتى الوصول إلى معبر قسطل البرية ومن ثم نقل الوافدين والعودة مرة أخرى إلى مدينة أبو سنبل ومن ثم يتحركون إلى الواجهات والمقاصد المختلفة داخل الدولة المصرية وإلى المحافظات المختلفة ومن ثم المبادرات الأخرى التي تقام من الأهالي هنا باستضافات عديدة وبمساعدات كبيرة لإخوانهم من السودانيين والوافدين هذا هو المشهد هنا مشهد إنساني بشكل كبير سواء من الشعب المصري والدولة المصرية المتمثلة في الجهود المتعددة على معبري أرقين وقسطل عودة إليك مرة أخرى شكرا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري مباشرة كنت معنا من معبر قسطل شكرا لك